السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي معكم مسراند حسن والنهار ده إن شاء الله هنحل مع بعض أسئلة كتاب الامتحان على الدرس الأول محولات تصنيف العناصر أتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويعمل سبسكرايب وشير ولو في أي سؤال اكتبهوا لي في الكومنت وأنا هرد عليكم يلا بينا اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية أول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر أو لو قال لي جدول رتبت فيه العناصر ترتيباً تصعدياً حسب أوزنها الزرية الإجابة هتكون الجدول الدوري لمندليف رقم اتنين جدول رتبت فيه العناصر ترتيباً تصعدياً حسب أعدادها الزرية خلي بلنا هنا العدد الزري يبقى للجدول الدوري لمزليم جدول رتبت فيه العناصر ترتيباً تصاعدياً حسب أعدادها الزرية وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات ده الجدول الدوري الحديث الأعمدة الرأسية بالجدول الدوري الحديث الأعمدة الرأسية يعني من أعلى الأسفل كده دي احنا كنا بنسميها إيه؟ المجموعات تمام كده الصفوف الأفقية بالجدول الدوري الحديث كنا بنسميها الدورات مجموعة العناصر التي تفصل بين الفئتين S و B ابتداء من الدورة الرابعة قال لي العناصر مجموعة العناصر يبقى ديء العناصر الانتقالية الفئة التي تضم عناصر اللانسانيدات والأكتينيدات في الجدول الدوري الحديث الفئة F عناصر الليها نفس عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات وتختلف في خواصها الكيميائية مدام نفس عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات يبقى عناصر الدورة الوحدة عدد البروتونات الموجبة الموجودة في نواة زرة العنصر ده العدد الزري السؤال الثاني الى من تنسب الأعمال التالية يعني مين اللي عمل الأعمال دي؟ تعال نشوف كده مع بعض قام بنشر جدوله الدوري الذي يضم 67 عنصر في كتابه مبادئ الكيميائي وعمل ايه تاني؟ تنبأ بإمكانية اكتشاف عناصر جديدة وقام بتحديد قيم أوزانها الزرية من اللي عمل كده؟ العالم مندليف وعمل ايه كمان صحح الأوزان الزرية المقدرة خطأ لبعض العناصر وبرضو العالم مندليف السؤال اللي ما يبقى فيه نجمة بالمنظر ده شايفينه كده شايفينه النجوم دي؟ بيبقى نفس الإجابة بس السؤال طريقته مختلفة شوية اتنين اكتشف أن نواة الزرة تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة العالم رازرفورد وكمان أطلق مصطلح العدد الزري على عدد بروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة من اللي عمل كده؟ من اللي أطلق مصطلح العدد الزري على عدد بروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة؟ العالم موزلي أضاف المجموعة السفرية إلى الجدول الدوري لمندليف من اللي أضاف المجموعة السفرية؟ العالم موزلي برضو شوفوا نفس السؤال رقم 3 وعليه النجمة دي بتبقى الإجابة واحدة بس السؤال بيبقى مختلف لكن الإجابة بتاعتنا بتكون إيه؟ واحدة اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية في الزرة من اللي اكتشفها؟ العالم بور تعالوا شوف مع بعض سؤال أكمل بممكن يجي لنا إزاي؟ اكتشف العالم نقط بعد دراسته الخواص الأشع السينية أن دورية خواص العناصر ترتبط بأعدادها الزرية وليس بنقط العالم مين؟ العالم موزلي بعد دراست الخواص الأشع السينية اكتشف أن دورية خواص العناصر ترتبط بأعدادها الزرية وليس بأوزانها الزرية كما كان يعتقد مندليف رتبت العناصر في الجدول الدوري لمندليف على أساس الزيادة فيه؟ على أساس الزيادة فيه؟ لسه إلنها دلوقتي الزيادة فيه الأوزان الزرية ورتبت في الجدول الدوري الموزلي على أساس أزيادة فيه أعدادها الزرية يتكون كل مستوى طاقة رئيسي من عدد محدد من مستويات الطاقة الفرعية في الجدول الدوري الحديث تم تصنيف العناصر تبعا لتدرج التصعود فيه أعدادها الزرية وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات عدد العناصر المعروفة حتى الآن حتى الآن مية وتمنتاشر عنصر منها نقاط عنصرا متوفر بالكشرة الأرضية متوفر بالكشرة الأرضية يعني موجود في الطبيعة كام عنصر؟ 92 عنصر تتكون الفئة نقاط من مجموعتين الفئة أس اللي بتحتوي على المجموعتين الأولى إيه والتانية إيه بينما تتكون الفئة نقاط من ست مجموعة الفئة بي في الجدول الدوري الحديث المجموعة نقاط تلي المجموعة الثلاثة إيه يعني المجموعة إيه بعد الثلاثة إيه؟ المجموعة كام أربعة إيه بينما المجموعة نقط تلي المجموعة اللي اتنين ايه من اللي بعد المجموعة التلاتة بيه عشان احنا نبدأ كده في عناصر الفئة دي تمام لان عناصر فئة اس اولى ايه واتنين ايه عناصر الفئة دي بتبدأ بقى بالمجموعات اللي هي تلاتة بيه اربعة بيه خمسة بيه وتنتهي بيه المجموعة اللي اتنين بيه تقع عناصر الفئة نقط يسار الجدول الدوري بينما تقع عناصر الفئة نقط وسط الجدول الدوري ودي الفئة دي يبدأ ظهور العناصر الانتقالية ابتداء من الدورة الرابعة ويتتكون من نقط مجموعة العناصر الانتقالية عبارة عن عشر مجموعات تتميز أرقام مجموعات الفئاتين S و B بالحرف A باستثناء المجموعة السفرية أو المجموعة الثمنتاشر بينما تتميز أرقام المجموعات الفئة D بالحرف B باستثناء المجموعة الثمنت الترقيم الحديث للمجموعة 1B هو 11 وللمجموعة 3B هو 3 تقع الفائف أسفل الجدول الدوري الحديث وتضم عناصر سلسلتي اللانسانيدات والأكسينيدات تقع العناصر الانتقالية في الفئة تسألينها الفئة D بينما تقع عناصر اللانسانيدات والأكسينيدات في الفئة F لسه حلنا فئة في الجدول الدوري يدل رقم A على رقم على عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير في زرة العنصر يعني عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير ده يدل على رقم المجموعة بينما يدل رقم A على عدد مستويات الطاقة المجغولة بالإلكترونات يبقى رقم الدورة العناصر X, 3, Y 11, Z, 19 تتشابه في رقم A لما بيديني عدد زري كده بقبينيه بالنفسي وفي الهامش بوزعه X, 3, D تتشابه في رقم المجموعة تمام؟ لأن الثلاثة عناصر دول بيقعوا في المجموعة الأولى إيه؟ بينما عناصر X, 3, Y, 4 دي خمسة بص بقى X, 3 تتوزعي 2 1 مستويات للطاقة Y, 4 يتبقى 2, 2 برضو مستويات للطاقة D, 5 تتوزعي كام 2, 3 برضو كام برضو مستويات للطاقة يبقى تتشابه في رقم الدورة تمام؟ يقع العنصر A, L, 13, 27 في المجموعة المجموعة كام؟ بعرف رقم المجموعة هنا بوزع الإلكترونات وأشوف آخر المستويات طاقة فيه كام إلكترون يبقى دا رقم المجموعة هنا 13 يبقى 2 8 3 يبقى يقع فيه المجموعة 3A أو 13 ويكون العدد الزري للعنصر الذي يسبقه في نفس المجموعة يبقى أنا بشيل مستوى طاقة مستوى طاقة يعني بشيل 8 إلكترونات هنا 13 ناقص 8 الرقم هيديني كام؟ 5 تمام؟ يبقى فيه نفس المجموعة كل عدد الزري للعنصر الذي يسبقه في نفس المجموعة هتساوي كام؟ العنصر الذي يحتوي مستوى طاقة M فيه زرته على 2 إلكترون مدام M فيها 2 إلكترون يبقى الكي خدت إلكتروناتها وكي والل خدت إلكتروناتها الكي خدت 2 والل خدت 8 والم فيها 2 تمام؟ يبقى إذن العنصر دا بيقع فيه الدورة الثالثة المجموعة اللي 2A أو المجموعة الثانية العنصر الذي يقع في الدورة الثانية والمجموعة اللي 2A يكون عدده الزري كام؟ الدورة الثانية يبقى مستوى للطاقة المجموعة اللي 2A يعني تاني مستوى للطاقة فيه 2 إلكترون يبقى 2 إثنين يبقى عدده الزري كام؟ 4 مدام عدده الزري 4 ويقع في المجموعة اللي 2A الواحد A واللي 2A زي بعض؟ الفئة S تعالي نشوف مع بعض إجابات الأسئلة دي اختر الإجابة الصحيحة أول واحدة عدد عناصر الجدول الدوري المندليف كان كام 67 عنصر ظاهرة النشاط الإشعاعي والحصول على الأشعة السينية سعادة العالم مين في بناء جدوله؟ العالم موزلي خصصها العالم نقط مكانا أسفل جدوله لمجموعتين اللانسانيدات والأكسينيدات برضو العالم موزلي في جدول موزلي كل عنصر يزيد عما يسبقه في الدورة الواحدة بمجدار الواحد الصحيح الواحد ده هو عبارة عن إيه؟ بروتون واحد يبقى رقم كام رقم به بروتون تضم المجموعة الصفرية فلزات ولا لا فلزات ولا لانسانيدات ولا الغازات الخاملة طبعا المجموعة الصفرية بتضم الغازات الخاملة أعداد مستويات الطاقة الرئيسية في أسقل الزرات المعروفة سبع مستويات جميع الأعداد التالية تصلح أن تكون أعداد زرية لعناصر مع عدد حداشر اتناشر ونص تلاتاشر طبعا كله صح مع عدد لتناشر ونص ليه؟ لأن العدد الزري بيكون عدد صحيح لأنه موزلي يرتب العناصر ترتيب تصعادي بحيث كل عنصر يزيد عن العنصر التي يسبقه مقدار الواحد الصحيح الواحد الصحيح ده عبارة عن واحد بروتون يتكون الجدول الدوري الحديث من نقط فئات كم فئة؟ أربع فئات S, B, D, F عدد عناصر فئة B في كل دورة من دورات الجدول الدوري يسوي كام؟ باستثناء الدورة الأولى عدد عناصر فئة B في كل دورة من دورات الجدول الدوري يسوي كام؟ 6 تمام؟ باستثناء الدورة الأولى لأن الدورة الأولى عندي فيها في المجموعة الأولى إيه؟ عندي فيها الهايدروجين تمام؟ دي بالنسبة للفقة S إنما الفقة B في الدورة الأولى عندي فيها الهليوم الـ HE الترقيم الحديث لمجموعات الغازات الخاملة هو الـ 18 تنتمي المجموعة الصفرية إلى الفقة B المجموعات التي تميز أرقامها بالحرف B تقع نقطة الجدول الدوري الحديث المقصود بها اللي هي العناصر الانتقالية تقع فين؟ في وسط الجدول الدوري الحديث تجتمل المجموعة السامنة من الجدول الدوري الحديث على كام عمود 3 أعمدة عناصر مجموعات سريبي تتبع فئة يعني تبع فئة إيه؟ قلنا عناصر المجموعة الـ B كلها تتبع الفئة D تعرف عناصر الفئة D بإسم العناصر الانتقالية رقم به عدد عناصر الدورة الرابعة نقطة عدد عناصر الدورة الثالثة طبعا عدد عناصر الدورة الرابعة أكبر لأن من بداية الدورة الرابعة بتظهر عندي العناصر الانتقالية العنصر X11 23 يقع نقطة من الجدول الدوري الحديث طيب X11 بوزحها كام 2 8 1 يبقى إذن يقع في الدورة الثالثة المجموعة الأولى إيه؟ دورة الثالثة إيه؟ رقم به المجموعة الأولى إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض السؤال ده المقطع المقابل يمثل جزء من الجدول الدوري أيًا من العبارات الأتية لا تعتبر صحيحة يعني إيه من دول إجابة بتاعتها غلط؟ تعالش في الرسمة الأول هنا مديني X7 X7 لما يجي أوزحها هتبقى 2 5 يبقى إذن يقع في الدورة الثانية المجموعة الخمسة إيه؟ يبقى أنا الرسمة بتاعتي لازم أوضحها يبقى دي المجموعة الخمسة إيه؟ يبقى اللي قبلها الأربعة إيه؟ اللي قبلها التلاتة إيه؟ تمام؟ طيب دي الخمسة إيه؟ الدورة الثانية لأنه عندي مستويين للطاقة يبقى دي الدورة الثانية دي الدورة الثالثة دي الدورة الربعة دي الدورة الخمسة تشوف مع بعض الأسئلة العنصر ايه عدده الزري 14 تحل نشوف كده العنصر ايه اهو يقع في الدورة الثالثة يبقى ثلاث مستوى للطاقة في المجموع الاربع ايه يبقى آخر مستوى الطاقة في اربع الكترون يبقى 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 كام يبقى 2 8 4 صح 14 يبقى دي جابة دي صحيحة مش اخوتها العنصر بي يقع في الدورة الربع تحل نشوف العنصر بي فين اه صح الدورة الربع ايه تمام لان دي كانت التانية انا عرفتها من التوزير الاكتروني ودي الثالثة يبقى العنصر بي يقع في الدورة الربع تمام العنصر c يقع في المجموع الخمسة ايه c في المجموع الخمسة ايه صح زي وزي x تمام يبقى عندي كل صح معادة عبارة واحدة فقط اللي احنا لسه قيلين عليها ايه معادة العنصر بي يقع فيه المجموعة الأربعة ايه؟ دي طبعا غلط المجموعة الأربعة للعنصر بي يقع فيه المجموعة الثلاثة ايه؟ يبقى دية اللي غلط رقهم جيم اي ازواج العناصر التالية تقع في نفس الدورة نفس الدورة يعني لها نفس عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات من الجذل الدوري الحديث تعالوا نشوف اني اي عشرة واني اي 11 اني عشرة توزع اتنين تمانية يبقى يقع فيه الدورة الكام التانية اني 11 توزع اتنين تمانية واحد يبقى يقع في الدورة التالتة يبقى مقدرش اخد دي سي ال 17 توزع اتنين تمانية سبع والاني 11 السائلين اتنين تمانية واحد يبقى السي ال 17 والاني 11 دول يقع في الدورة التالتة مزبوط تعالوا نشوف الباقي كده هل ينفع برضو ناخدهم ولا لأ الا اي 3 توزع اتنين واحد اتش اي 2 هي الاتنين الالكترون. يبقى إلا أي الدورة التانية والحي الدورة الأولى طبعا ما اقدرش اخدهم. إني عشرة طوزع اتنين تمانية. إيه آر طمانتاشر. اتنين تمانية تمانية. يبقى النيون إني إيه ده موجود في الدورة التانية. اما الأرجون موجود في الدورة التالتة. يبقى برضو ما اقدرش ان انا اخدهم. يبقى الحل الصح عندي رقم بيه. تمام? تتطفق عناصر الدورة الوحيدة في الدورة الوحدة تتطفق في عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونيت العناصر المظللة في الجدول الدوري لها خواص كيميائية متمثلة تعالش في الجدول الدوري أنهي لو خدنا الرقم ألف هتلاقي عناصر إيه؟ إيه المظللة عندي؟ نفس الدورة غلط طبعا منفعش الدورة الوحدة بتبقى عدد الإلكترونيت مختلفة فالخواص الكيميائية مختلفة لما رقم به شايفين؟ شايفين؟ رقم به مجموعة واحدة المجموعة السبعة إيه؟ أو المجموعة السبعتاشر تمام؟ بيبقى ليهم نفس عدد الإلكترونيت في آخر مستويات الطاقة اللي هي سبع إلكترونيت عشان كده بيكون لها خواص كيميائية متمثلة يبقى أنا أختار رقم بي جيم برضو غلط لأن جيم مجموعة واحدة أسفل دورة واحدة دورات واحدة دورة واحدة طبعا تبقى خواص كيميائية مختلفة وهنا مختلفة جدا جدا يبقى مين الصحة عندي رقم بي العدد الزاري للغاز الخامل اللي هيقع في الدورة التانية هو يقع في الدورة التانية وغاز خامل يبقى عنده مستويات للطاقة والمستوى التاني مشبع تمام؟ يبقى كام عشرة إذا كان العدد الزاري العنصر ما يسوي 11 فإن العدد الزاري العنصر الذي الذي يليه بعد مباشرة في نفس المجموعة في نفس المجموعة يبقى يزيد عنه مستوى طاقة مستوى طاقة يبقى ثمن إلكترونيات يبقى 11 زائد 8 هيسوي كام؟ 19 خواص العنصر الذي عدد الزاري التسعة يشبه خواص العنصر الذي عدد الزاري كام؟ عدد الزاري التسعة يتوازع 2 كام؟ 2 7 يبقى يقع في المجموعة السبعة تمام؟ أو المجموعة السبعة مين في دول يقع في المجموعة السبعة؟ تعالوا نشوف كده لو 7 هتوازع 2 5 لا المجموعة الخامسة 17 2 8 7 تمام؟ يبقى هي الرقم به الرقم كام به؟ لهي السبعة عنصر في الزي X يقع في الدورة التالتة يبقى عنده ثلاث مستوى الطاقة في الجدر الدوري الحديث عندما يتحد مع الأكسوجين يكون مركب سيغطه X2 O3 يكون عدد الزي كام؟ مدام سيغطه X2 O3 الأكسوجين هنا تكافؤ سنائي والX تكافؤ سلاسي لأن احنا عارفين لما بنجي نحط أو بنجيب السيغة الكيميائية ببادل التكافؤات يعني الاتنين دي بتاعت الX يبقى الX تكافؤ سلاسي يبقى آخر مستوى الطاقة فيه كام إلكترون؟ 3 لأنه عنصر فرزي يبقى توزير الإلكتروني بتاعه كام؟ ويقع في الدورة التالتة 2 8 3 2 8 3 يبقى إذن عدد الزي بيسوي كام؟ لو جمعناهم مع بعض هتطلع 13 تعالوا نشوف مع بعض نوع تاني من الأسئلة دع صح أمام العبارة الصحيحة أو غلط أمام العبارة الخطأ مع التصويب يعد الجدول الدوري لمزلي أول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر طبعا غلط لأن أول جدول دوري حقيقي كان العالم من دليف خواص العناصر تتقرر بشكل دوري مع بداية كل مجموعة جديدة غلط طبعا لأن مع بداية كل دورة جديدة قسمها موزلي عناصر كل مجموعة رئيسية إلى مجموعتين فراياتين A و B لأ مش موزلي العمل كده من العمل كده من دليف طبعا يبقى الإجابة غلط واشيل موزلي وحط من دليف رتبت العناصر في الجدول الدوري الحديث من اليسار إلى اليمين حسب الزيادة في أوزنها الزرية لا طبعا مش الوزن الزري حسب الزيادة في العدد الزري بقى غلط واشيل الوزن الزري واكتب العدد الزري عدد عناصر الجدول الدوري المندليف مية وستاشر عنصر غلط طبعا أيامه كان كم عنصر سبعة وستين عنصر تبدأ كل مجموعة في الجدول الدوري الحديث كل مجموعة تبدأ في الجدول الدوري الحديث بملء مستوى طاقة جديد بالإلكترونات طبعا غلط مش كل مجموعة هي كل دورة يتكون الجدول الدوري الحديث من سبع تسعة دورات أفقية وطلتاشر مجموعة رأسية غلط طبعا كم دورة أفقية سبعة تمام؟ بعدد مستويات الطاقة في أكبر زر معروفة سبع مستويات الطاقة كل مستوى طاقة بيعبر عن دورة يبقى عندي سبع دورات أفقية وكام مجموعة رأسية 18 مجموعة رأسية تتكون الفئة بي في الجدول الدوري الحديث من خمس مجموعات رأسية لأ طبعا متكون من ست مجموعات رأسية يمكن تحديد موضع العنصر بالجدول الدوري بمعلومية عدده الكتلي لا طبعا بمعلومية العدد الزري سنشوف معروف ثاني سوّب العبارات الآتية بشرط عدم تغيير ما تحته خط ناخد بالنا قوي من رأس السؤال يعني أنا صحح بشرط اللي تحته خط ما يتغيرش رتبة العناصر في الجدول الدوري لمندليف طبعا للزيادة في أعدادها الزرية طبعا كلمة مندليف هتبقى سبتة طب مندليف رتب العناصر حسب الزيادة في ايه؟ في أوزانها الزرية يبقى أنا هكتب كده رتبة العناصر في الجدول الدوري لمندليف طبعا للزيادة في أوزانها الزرية نزائر العنصر الواحد تتطفق في أوزانها الزرية طبعا كلمة نزائر دي هتفضل سبتة يبقى أقول نزائر العنصر الواحد تتطفق في أعدادها الزرية العالم رازرفورد أول من وضع مصطلح العدد الزري للعنصر طيب العالم رازرفورد عمل ايه؟ هنقول العالم رازرفورد هو من اكتشف وجود بروتونات مجبة داخل النواة يحتوي كل مستوى طاقة ثانوي على عدد من مستويات الطاقة الفرعية مستويات طاقة الفرعية هي اللي سبتة معينا يبقى أنا هغير الجزء اللي في الأول يحتوي كل مستوى طاقة رئيسي مش ثانوي على عدد محدد من مستويات الطاقة الفرعية عناصر الفئة S تقع في ست مجموعات لأ طبعا عناصر الفئة S تقع في مجموعتين بالجدول الدوري الحديث اللي هي المجموعة الأولى إيه؟ واللي اتنين إيه؟ عناصر اللانسانيدات والأكتينيدات تقع في وسط الجدول الدوري لانسانيدات والأكتينيدات لأ طبعا مزلحة تطوم فين؟ أسفل الجدول الدوري تمام؟ وهي عناصر الفئة F يبقى يكتب كده عناصر العنساني دات والأكتيني دات تقع أسفل الجدول الدوري الحديث وهي عناصر الفئة F العنصر الذي عدده الزري 18 يقع في الدورة التانية والمجموعة ال 16 تب تعالوا نشوف الدورة التانية يبقى عنده مستوين للطاقة K L المجموعة ال 16 اللي هي ال 6A يبقى اخر مستوى الطاقة فيها كم إيه إلكترون؟ 6 إلكترون تمام؟ يبقى الكيه واخده 2 والل واخده 6 يبقى العدد الزري بيسوي كام؟ 8 هنقول للعنصر الذي عدده الزري 8 يقع في الدورة التانية والمجموعة ال 16 يلا نشوف مع بعض النوع تاني من الأسئلة علل لما هيأتي؟ تعددت محولات العلماء لتصنيف العناصر هنقول ليه لسهولة دراستها وإيجاد العلاقة ما بين العنصر وخواص الفيزيائية والكيميائية تركى مندليف خنات فارغة في جدوله الدوري ليه؟ لتنبؤه باكتشاف عناصر جديدة قسم مندليف عناصر كل دور كل مجموعة رئيسية في جدوله إلى مجموعتين فراعيتين A وB لاختلاف خواص كل منهما عن الآخر اضطر مندليف إلى الإخلال بالترتيب التصاعدي للأوزان الزرية لبعض العناصر لكي يضحها في المجموعات المتشبهة معها في الخواص كان مندليف سيضطر للتعامل مع نظائر العنصر الواحد على أنها عناصر مختلفة نقول لاختلاف أوزانها الزرية أعاد موزلي ترتيب العناصر تصاعدياً في جدوله الدوري حسب أعدادها الزرية لأن موزلي بعد دراسته لخواص الأشعة السينية اكتشف أن دورية خواص العناصر ترتبط بالعدد الزري وليس بالوزن الزري كما كان يعتقد مندليف لا يمكن أن يكتشف العلماء عنصراً جديداً بين الكابرية S16 والكلور CL17 هنقول لإن موزلي يرتب العناصر ترتيب الصعودي حسب الزيادة في العدد الزري بحيث كل عنصر يزيد عن العنصر الذي يسبقه بمقدار الواحد الصحية الواحد الزري عبارة عن واحد بروتون يقع عنصر البوتاسيوم كيت 19 في الدورة الربعة والمجموعة الأولى بالجدول الدوري الحديث مدامي الدنيا عدد الزري عشان أقدر أحل كويس السؤال وأفهمه يبقى سهل علي لازم أعمل التوزيع الإلكتروني كيت 19 تبقى 2 8 8 1 يبقى إذن يحتوي البوتاسيوم على أربع مستويات للطاقة ولذلك يوجد في الدورة الربعة آخر مستوى الطاقة يحتوي على واحد إلكترون يبقى إذن يقع في المجموعة الأولى يقع كلاً من A13 والCL17 في نفس الدورة في الجدول الدوري الحديث لأن الـ A13 والCL17 لهم نفس عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات لهم ثلاث مستويات الطاقة مشغولة بالإلكترونات لو وزعتوا الـ A13 وتبقى 2 8 1 ثلاث مستويات للطاقة CL17 28 7 يبقى عنده ثلاث مستويات للطاقة يقع كلاً من الـ N11 والـ K19 في مجموعة واحدة في الجدول الدوري الحديث مجموعة واحدة يبقى إذن لهم نفس عدد الإلكترونات في آخر مستوى الطاقة لما نيجي نوزع الـ N11 بقى 2 8 1 في آخر مستوى الطاقة فيه 1 إلكترون K19 28 8 1 يبقى فيه برضو 1 إلكترون يقع عنصر الـ H2 في المجموعة الصفرية ولا يقع في المجموعة 2 A لأن الـ H2 لما يجي وزع التوزيع الإلكتروني يبقى الـ K هتاخد 2 إلكترون والـ K يشبع بـ 2 إلكترون عناصر المجموعة الوحدة في الجدول الدوري الحديث متشابهة في الخواص متشابهة في الخواص يبقى إذن لأن لها نفس عدد الإلكترونات في آخر مستوى طاقة فتكون متشابهة الخواص تشابه خواص عنصري الماغنيسيوم مجي 12 والكالسيوم سي عشرين قلنا لو فيها عدد زري بوزعه عشان أسهل علي الإجابة مجي 12 تبقى 2 8 2 آخر مستوى الطاقة 2 إلكترون الكالسيوم سي عشرين 2 8 8 2 آخر مستوى الطاقة وبرضو فيه 2 إلكترون هنقول لأن كل من عنصري الماغنيسيوم والكالسيوم آخر مستوى الطاقة يحتوي على 2 إلكترون فتكون لهما نفس الخواص اذكر الرقم الدال على كل مما يأتي عدد عناصر الجدول الدوري المندليف 67 عنصر عدد مستوى الطاقة الرئيسية في أسقل الزرارات المعروفة حتى الآن 7 مستويات طاقة K, L, M, N, O, P, Q عدد عناصر الجدول الدوري الحديث حتى الآن 118 عنصر عدد العناصر المتوفرة في الكشر الأرضية 92 عدد دورات الجدول الدوري الحديث 7 دورات عدد مجموعات الجدول الدوري الحديث 18 مجموعة رأسية عدد فئات الجدول الدوري الحديث 4 فئات S, P, D, F عدد مجموعات الفئة S مجموعتين عدد مجموعات الفئة B ست مجموعات عدد مجموعات الفئة D عشر مجموعات عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات في الزرارة العنصر للكالسيوم C A 20 شايفين مدينة عدد زر يبقى وزر يبقى 2 8 8 2 يبقى عدد مستويات الطاقة KM 4 K L M N حدد مواضع العناصر الآتية في الجدول الدوري عملها لكم فيديو خاص بها تفرجوا عليه حالوا نشوف حاجة تانية مثلا ما النتائج ما النتائج التي تترتب على كل مما يأتي؟ تنبؤ مندليف بإمكانية اكتشاف عناصر جديدة ترك لها خانات فارغة في جدوله اكتشاف البروتونات في نواة الزرة أطلق عليها مزلي اسم العدد الزري دراسة مزلي لخواص الأشعة الصينية اكتشف أن دورية خواص العناصر ترتبط بالعدد الزري وليس بالوزن الزري اكتشاف مستويات الطاقة الفرعية إنشاء الجدول الدوري الحديث الذي اعتمد على ترتيب العناصر ترتيبا تصعوديا حسب الزيادة في العدد الزري وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات أتمنى أن درس النهاردة والأسئلة اللي حالينا النهاردة في كتاب الامتحان تكونوا استفدتوا منها لو في أي سؤال سبهولي في الكومنت وأنا هرد عليكم وأسعدني جدا وجودكم ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويعامل سبسكرايب ويتعملوا الشير للقناة علشان زمايلكم يشوفوها والكل يستفيد شكرا جدا لكم ومع تحياتي مصر اندا حسن